عبداللهي 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 أنا رائد أنا أتكلم العربية كيف أتكلم؟ أنا رائد الصالح مواطن عادي من سوريا، من جسر الشغور قبل 2011 كنت عايش حياتي مثل أي سوري مواطن عادي أنا رائد الصالح أنا من سيريا ومن قبل الوحيد حياتي كثيراً مثل كل شخص كنت الصبح من المساء أشتغل بتجارة إلكترونيات والمساء كنت معظم الأوقات كنت عيش حياة طبيعية نسهر أنا ورفقاتي ونشرب قهوة نتفرج على الفوتبول وأنا أشجع ريال مدريد أجوز بي كثير منكم يغالفوني أشجعوا برشلونة أحضر من الوحيد ونشربت الأشخاص وأنا عملت في عملية ونشربت بشكلة ونقرب ششة ونشربت كفاء أنا فان ريال مدريد ولكن بعضكم منكم من يتقالي برشلونة أتشكر جيرمي أول شيء وأنا بجوز خفف كثير عني وأن أشرح عن عملنا في سوريا أريد أن أشعر جيرمي لتعطي الوحيدات السورية لأنه أفضل 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 ما كانت السورية السورية بعد الوحيدة، أنا والأسفة 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 اتتركوا إلى تركيا لتعيش في مدينة كان العدد كبير في المخيمات وشفنا أنه لازم نشتغل شيء نعمل شيء لنظم الحياة ضمن المخيم وبعد سنة من حياتي بالمخيم بتركيا صار في نزوح بسوريا وشفت أن الحاجة اللي عملنا ننقل خبرتنا بالمخيم تركيا لسوريا ممكن يحقق نتائج أفضل بعد ذلك، كان هناك مجموعة الوحيدات السورية في سوريا وقد رأيتنا أن هناك مجموعة للعمل في سوريا في المدينة ومجموعة للتركي منتصف 2013، وقد رأيتنا أن هناك تدريب على عمليات الدفاع المدني في تركيا نحن لم يكن لدينا أي خبر عن الدفاع المدني، قالوا أن هذا من ضمن الأعمال التي تعملها حالياً في سوريا نحن لم نكن لم يكن لدينا أي خبر عن الدفاع المدنية، لكنهم قالوا أن هذا مجموعة ما تفعله في سوريا خرجنا إلى تركيا، وصلنا إلى مركز التدريب نحن لتركيا، وصلنا إلى المدرب وصلنا إلى المدرب، قسمنا 20 شاب وخمس بنا بحكة هكذا، ولنفعنا 20 شاب ومجموعة وذلك يحملنا إلى بعضنا التركيا دخلنا إلى غرفي المظلمي ومن ثم اليوم و هذا الشيء لأخبرنا وهذه حياتي من غرées عائتمي من مواطن عادية إلى أنسان موافة أما أنكم هلاء هذا الحصول التي أتحل القليل وهو تتحدث معي عشاني وتتدريبًا من مثل عام للطفاء إلى جميع المبارسة تتحدث معكم نحن لم نفاق تضاء قلنا كل اثنين اثنين يدخلوا ونرى ما سيحدث داخلنا فقدنا دخلنا حسنا أنه يجب أن نجد طريق لنطلع هذا بدون ما يصيرنا شيء هذا ما فكرنا فيه فعلا نقدرنا نتخطى شغلات ونضرب شغلة بعملي ونطلعنا المهم الغرفي سالمين ما فينا شيء ونقضنا في المدرب من التجموذي ونحن إلى مختلفة صغيرة ونرى ما هي ونجدنا مماركة على الجسد هذا الوقت الصحيح وقلنا ما رأيته ما رأيته ونرى ما رأيته وقلنا نظر ما رأيته نرى نرى شيء دخلنا إلى داخل الغرف وشغلنا الإنارة قال بأخيرا وقلنا إلى المدرب وقلنا على إلتفاق وهنا كانت بالنسبة لنا صدمة حقيقية كانت فيه عبارة عن كراسي معلوبي وطاولات مثل كأنه دمار وفي تحت هذا الدمار شخصين جرحاً وقال لنا كلمة، لأنني لم أتنسى الانسان المدرب عن غير المدرب مثل الإنسان البصير عن الإنسان الأعمى كانت صدمة بالنسبة لأنه تقريباً غبنا عن الوعي للاحظات نحن كنا كل نهار نواجه هذا الحقيق هذا الشيء في سوريا هل كنا نترك ناس ورانا ميتين؟ نحن كنا نترك أن هذا يحدث كل يوم في سوريا هل هذا ما يحدث؟ هل نترك الناس من خلالنا؟ فطلبنا من المدرب أن ينهي التدريب اليوم وينقلنا لتاني يوم لحتى نصحة من الصدمة التي عشنا فيها نحن كنا نتعلم المدرب لتوقف المدرب ونحن نترك لتوقف المدرب لتكلم عن هذه المدربة كنا أمام خيار جداً صعب نحن كنا نترك لتحديث نحن كنا نترك لتحديث أن تختار هذا العمل تتحمل هذه المسؤولية بأرواح الناس التي كانت كل نهاراً تتعرض للقصف الجوي من قبل الطيران أو أن تنسحب و ترجع لورا نحن كنا نترك لتحديث تحديث سويا تحديث سويا وأنا بالنسبة لي هيك بلش الدفاع المدني السوري اللي بعدين اطلق علينا من قبل ناشطين حقوقيين بالعالم اسم الـ White Helmets طبعا واجهنا نحن كتير صعوبات بعودتنا لسوريا وبدأنا نحن نشتغل على تخفيف هذه الصعوبات ولكن في حادثي هي من أهم الحوادث اللي صارت معنا في بداية عملنا وأنا لازم كنت أحكي لكم إياها لقد قمت بكثير من المعارض في الأول ولكن هناك فقط موضوعات في الأولى من الأولى التي أريد أن أتحدث معكم في 2013 كان وقفت عيد الأضحى بجسر الشغور عفوا بريف إدلب كان في غارة جوية على مدينة داركوش في 2013 في عيد وهو مدينة داركوش في مدينة داركوش يكون الأسواق مكتزة بالسكام بشكل كبير بشكل كبير ببعضًا في اليوم مثل هذا في سيريا المعارضة ستكون مكتزة بشكل كبير سمعنا صوت الانفجار لم نكن نملك شير ركبنا دراجات نارية وذهبنا إلى موقع الحادثة نسمعنا الصدمة من المعارضة لم نكن لدينا الكثير لقد قمنا على موتور بيك ونذهبنا إلى المعارضة كان صدمي كبير كان صدمي كبيرا كان هناك الطرقات أشلاء الجسس ضحايا تحترق المحلات السيارات المنازل عدد الجرحة لا يوصف ونحن لا نمتلك شيء بعض المعداد الخفيفة التي لا تساعد بأزمات لدينا لا يوصف لا يوصف لنطف الحريق لا يوصف لنطف لا يوصف لنطف لا يوصف لنطف 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 موزعين بمئة وعشرين مركز بثمان محافظات بسوريا بثمان محافظات بسوريا استطعنا إنقاذ لحد الآن أكثر من 72 ألف إنسان بس فأدنا مئة وسبعة واربعين من أصدقائنا أثناء الاستجابة وكلهم نخسرناهم بالضربات المزدوجية وابل سنة من هلا وابل سنة من هلا كنت بحلب أنا مدينة حلب بسماعنا جاني خبر أنه في مكان صار في مجد انفجار كبير بسوق شعبي ركبت السيارة من هلا وتفجهت للمكان وصلت بعد ثلاث ساعات اتفاجأت أن هذا هو نفس المكان الذي اتعرض لغارها قبل سنتين لكن كانت في نتيجة أخرى كان هناك ست فرق مدربي مع آلياته ومعداته موجودين بالمكان كانت الحرائق مطفعين كانت الحرائق مطفعين أسعفين الجرح وانتشلين عشرين شخص من تحت الأنقاض على قيد الحياة وهذا أمل وهذا ما قدرنا نوصل له بعد سنتين من العمل ورغم كل المأساة التي نعيش في سوريا وكل حياتنا اليومية التي مدرجة في الدماء والمآسي التي نعيشها ورغم كل تعاملنا مع الجسس و أشلاء الجسس ورغم كلهم يسألوننا كيف تكملون كيف تكملون نرى صديقي جيرمي عرض فيديو محمود هذا الطفل اسمه محمود محمود خرج من تحت الأنقاض عمره أسبوعين محمود عمره أسبوعين ورغم كله وعرض الأنقاض ورغم كله وهذا ما يعطينا الآمل و لهذا نحن نقضي الشعار ومن أحياءها فكأنما أحياء الناس جميعا وحن نحن نفسها ونحن نقول أننا نقضي من القرآن one who saves a life is like saving humanity thank you very much thank you